أنا أعتقد طول فترة بقاء حكومة تصريف الأعمال من 28 الأول حتى استلام الوزارة هي فترة طويلة أطول فترة حكومة تصريف أعمال على مستوى العراق وحتى على مستوى العالم فخلال هذه الفترة الحكومة هي غير مسؤولة يعني مجلس النواب حل نفسه فأي حكومة غير مسؤولة ليس لها الحق بإيقالة أو تعيين أي مسؤول حكومي يعني من صلاحيات مجلس الوزراء اللي عده صلاحيات كاملة اللي تحت رقابة مجلس النواب فطول هذه الفترة أدخل بصراحة تعديلات غير قليلة في قوام الدولة العراقية لأنه أحياناً رئيس حكومة تصريف أعمال يطور شهر 45-70 يوم فمن يجي بعده التغييرات ستكون طفيفة لكن هذه الفترة من 8-2021 إلى الآن فترة طويلة صار تغيير تقريباً بأغلب مواقع الدولة فلهذا كل رئيس وزراء بالتأكيد عده أجندة وعده أولويات وعده ناس يرتهن ألوهم كل رئيس وزراء من حقه يمارس الأمور اللي يعتقد هي وفق الأصول القانونية اللي يريدها ولهذا أن يعتقد قسم من التعينات المرتبطة في مجلس النواب لازم عندنا المستشارين وكلاء الوزراء رئيس أركان الجيش قادة الفرق والسفراء هذا هو مختصص مجلس الوزراء يخترحهم ومجلس النواب يوافق عليهم نحن ذيك الفترة السابقة ما عندنا هذا السياق ولهذا ولهذا أنا أعتقد هذه التغييرات بالتأكيد لها تأثيرات وأنا أتمنى أن يكون هذه التغييرات طابع وظيفي ومو استهداف لهذا الطرف وذاك الطرف